اشتركوا في القناة وقال وزير الخارجية انه خلال الاجتماعات التي جرت ناقش الجانبان التطورات في افغانستان واشاروا الى التأثير المحتمل لهذا البلد على الامن الاقليمي الاوسع واكد انه لا ينبغي ان يصبح مصدرا لعدم الاستقرار وقد اعرب الوزير اوستن خلالها ايضا عن تقدير الولايات المتحدة الامريكية لدور مملكة البحرين في الجهود الانسانية لاجلاء الافراد من افغانستان الذين عبروا المملكة قبل التوجه الى الولايات المتحدة في رحلات جوية ضمن عملية اظهرت بشكل واضح وعملي قيمة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في اوقات الحاجة واشار الوزير الان الجانبين شددوا على الاهمية الدائمة والاستراتيجية لتعاونهم الثنائي لسيما في المجالات الدفاعية والامنية والانسانية ونوها بالدور الرئيسي للتعاون البحريني الامريكي في الحفاظ على السلام والامن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الاوسط من جنبه اعرض وزير الدفاع الامريكي عن شكره لملك مملكة البحرين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم مملكة البحرين الاستثنائي في تسهيل العبور الامن للاشخاص الذين تم اجلاؤهم من افغانستان كما اكد وزير الدفاع الامريكي متانة العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية ومملكة البحرين معربا عن هدفه في تعميق الشراكة الدفاعية بين البلدين مكررا شكرا للقيادة البحرينية على الالتزام باستضافة القوات الامريكية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر